ليه غلط ان احنا في نوبات المزاج العصبية نلجأ لضرب الطفل او الانفعال عليه بشكل مؤذي لنفسيته احنا قلنا هل تفكرنا في العقاب ده امر صح ولا غلط وقلنا اجابة مباشرة ان ده خطأ خطأ ان احنا نضرب الطفل او نزعقله او نسرخ فيه او نهينه وهكذا وقلت هقولكم في الجزء التالت ليه ده غلط الاجابة بقى في الحقائق التالية اول حاجة انه حتى لو ضرب الطفل او اننا نسرخ في وشه ادى لايقاف نوبة المزاج العصبي عند الطفل في وقتها فالحقيقة ان ده بيكون توقف مؤقت وليس توقف دائم وكل اللي عملوا كده من الاباء والامهات في اللحظة دي اللي هم سمعيني فيها عارفين ومتأكدين ان الطفل لما بيتضرب ما بيتوقفش نهائيا عن السلوك ده بعد كده ثانيا بس ويتضرب ليه ده احنا قلنا ده حاجة طبيعية وقلنا في الحلقة دي تسع طرق للتعامل غير اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت ده غير الشرح ان ليه الموضوع ده بيحصل وانه ده حاجة طبيعية وهكذا تاني نقطة ليه ليه العقاب ليه العقاب بالضربة او بالسريخة او كده ده غلط اذا عملنا هذا التصرف الخاطئ سواء بالضرب او الزعيق القوي للطفل او الاتنين مع بعض غالبا بيبقوا الاتنين يعني فده بشكل مباشر ومن غير اي لبس بيعلم الطفل انه بصفة عامة في الحياة مفيش اي مانع من الضرب او الزعيق فحد لما يكون الطفل مضطرب او منزعج او زعلان فاهمين قضي يعني احنا بنقوله اعمل انت كمان كده واعتقد انه مش من المنطقي ابدا اننا نضرب الطفل مثلا وبعد كده نرجع نقوله يعني بعد كده نقوله اياك تضرب حد او نسرخ فيه وبعد كده نقوله ما تسرخش وكأنه ده حق لينا احنا بس لا طبعا غلط وللأسف ده اللي بيحصل من كتير قوي قوي من حضراتكم عشان كده انا بحذركم تاني ان ممارسة السلوك الخاطئ ده مع الطفل نتائجه فعلا وحشة جدا وبتخلي الطفل ده يمارس العنف باشكال مختلفة بعد كده سواء مع اخواته او زملائه في الحضانة او في المدرسة في الحضانة يعني ده سن الحضانة او يعني لانه زي ما قلنا بيكون مقتنع ان دي طريقة مقبولة للتعبير عن الغضب وتقديب اللي بيدايقه ما هو هو دلوقتي مقتنع ان هو بابا وماما عملوا معايا كده ليه عشان متدايقين يبقى انا لما اتدايق لأسباب بقى تانية من وجهة نظره لما حاجة تحصل بقى تدايقه هو كمان يعمل كده يضرب ويسرخ ويعمل كده تالت حاجة ليه لتصرف ده غلط العقاب الجسدي ممكن يقذي الطفل ممكن يقذيه فعلا لان فيه اباء وامهات لما بيكونوا اصلا متدايقين او محبطين من حاجات تانية ما بيقدروش يسيطروا على مفعلاتهم يعني بيتصرفوا بمبلغة مش عايز اقول كلمة تانية يعني بس انتوا اكيد تفاهمين قصدي خاصة ان هما متأكدين ان الطفل مش هيرد الازى ده يعني بفعل مماثل مثلا انتوا فاهمين قصدي يعني تلاقي الام والاب يفتروا بقى على الطفل وتلاقي ان السبب اصلا هما متدايقين من حاجات تانية بس اللي هو ايه بقى يعني بالبلد كده يطلعوا غلهم في الطفل لانوا عارفين انه ضعيف ومش هعمل لهم حاجة ومش حتى مش عارف يرد عليهم هذا حرام يعني مش انساني ومش متحضر ومفروض ما نعملش كده ابدا فكروا كده شوية في الكلام بس اللي انا بقوله ده هتلاقوا ان فعل الضرب فعل غير حكيم وغير انساني اصلا زي ما بقول بأي شكل رابع سبب ليه الضرب او السريخ او الاتنين غلط والحقيقة دي بقى من اخطر النتائج يعني اللي بتحصل بسبب تكرار العقاب الجسدي هي ان الطفل بيزيد استياءه وديقه من اهله وقد يلجأ الى ما يعرف بسوء السلوك المستتر وده بيظهر ما بين من اسمه سوء السلوك المستتر في الدرة بيظهر في صورة بقى ارتكاب الطفل ده لأفعال وتصرفات مؤزية وبشكل سري زي انه مثلا يرمي حاجة من حاجاتكم في القمامة مثلا حاجة عارف ان هي حاجة مهمة بالنسبة لك يروح رميها من الشباك رميها بس من وراكو او يرميها في الصندوق القمامة يعني خلاص يعني سواء او يتعمد يبوزها يعني لو حاجة طبعا يعني انا بتكلم على الحاجات اللي يقدر يوصلها فاهمين قصدي خامس سبب ليه السلوك ده غلط مع اطفالنا ودي اخر نقطة في السؤال ده ان سوء السلوك في بعض الاحيان بيكون وسيلة استجداء بيقصد بها الطفل لفت الانتباه له تخيلوا بقى يعني حضراتكم ممكن يعني فعلا تخيلوا معايا مدى التعاسى بقى اللي بيكون فيها الطفل ده اصلا او الاطفال دول في الحالة دي هم اساسا حاسين بالوحدة والاهمال حاسين بالوحدة والاهمال والوحدهم كده وما فيش حد بيعبرهم ولا بيسأل فيهم يوموا يعين يعملوا بقى يلجأوا لأفعال مؤذية مؤذية جسديا ليهم عشان نشوفهم يعني ونحس بوجودهم العقاب الجسد يا جماعة مؤذي جدا جدا مش بس للطفل لكن كمان للعملوا سواء الاب او الام وعلميا العقاب الجسدي هو الاقل فاعلية في وسائل الانضباط عشان كده طبعا لازم نقول هي دلوقتي بقى ايه هي وسائل الانضباط المتاحة لنا عشان نتعامل مع الطفل في الحالات دي اول حاجة ممكن نلجأ لها هي عزل الطفل لفترة محدودة في مكان بنغيره كل مرة يعني اللي هو ايه نقعده فقطه مثلا مره مرة تانية في قضة تانية مرة تانية في سريره اذا كان تحت عمر السنتين بيبقى عندهم سرير كده اللي بيبقى له يعني مايقدرش هو يطلع منه وانا بقولكم مش كل مرة في قطه ليه عشان ما يتراكمش جوه زهنه او جوه عقله انه قطه دي هي مكان العقاب فيبتدي يكرهها فيبقى مش عايز ينام فيها ولا عايز يلعب فيها ولا عايز يقعد فيها لا مكان العزل ده او مكان العقاب ده او عزل بمعنى ايه ان احنا ما بنكلموش يعني اللي هو انت هتقعد كده لوحدك شوية والفترة على فكرة لازم تبقى يعني ريزنا بولسما بنقول او عقلانية او منطقية خمس دقايق تلت دقايق عشر دقايق خلاص هو بقى يدى يساق بس احنا بنفهمه ونقوله عشان انت عملت كده فانت هتقعد هنا بقى كده مش هتلعب معنا مش هتلعب دلوقتي مش هتعمل حاجة كذا 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 للفترة دي لغاية ما نعد من الوقت ده الوقت ده او في الوقت ده يعدي ديقتين وهكذا ما نعد من الوقت ديقتين او في الوقت دي Recht